السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي زيكم عمليني اتمنى تكونوا بخير وصحة وافية معايا هي ساعة جي شوك جي اي ربعمية جي اي ربعمية فاصلة اهي يعني ما فيهاش اي حاجة سواني كده بس امسح الاسازة بس كعشان ازا شكلها معفراتني اوي لحظة بس كده مسحت الاسازة عشان جاب معفراتني اوي يعني بس شان الساعة دي كانت متكونة بقالها كتير كده عندي بس لسه ان شاء الله اخسلها كده ونضفها تنطيفها حلوة اه الساعة دي اه من الاخر اه فاصلة تماما جدا فعايزين الساعة دي جي اي الموديل بتاعها اسمه جي اي ربعمية كاسيو جي شوك جي اي ربعمية الساعة دي عايزين اه نركب لها حجر فهنشوف نركب لها حجر ازاي ونعمله اه في البيت عادي خالص اه اكرر لو انت بتعوش تعمله اه دي ممكن حاجة تروح للتوكيل اما انا هي نفعت معي انا اما لو اه يعني عشان لو انت متخاطرش اه روح التوكيل لكن انا بحب المخاطرة فانا خاطرت انا وبعملها انا اه الموضوع حلو جدا في الساعة الجي شوك دي انا بعملها في البيت على طول دي يعني الطريقة دي بتنفع معي انا اما لو انت بتخاف يعني فاروح التوكيل يعني برحتك يعني تمام فانا هنفكها دلوقتي وخليكم معايا لحظة عشان انا فكها لحظة اه اه يا جماعة احنا بعد ما فكينا الاربع مسامير الاربع مسامير بتاعها اهي دولة الاربع مسامير بتاعها اه فهرتطر ان احنا نشيل بتاعه معلش بس انا بكتب اعملها باب ايدي دلوقتي لحظة اهي خليها كده بالمنظر ده كده اهي هنشيل دي اهي دي اهي الساعة بالشامبر بتاعها اهو انا خليه كده اهو هنا اهو خليناها اهي ودي الحفزة بتاعتها اللي هي البلاستيكة دي هنشيلها كده هنشيلها لحظة كده خليكم معي عشان بصور بايد وبعملها بايد لحظة فكده انا شلت الحفزة دي اهي يا جماعة الحفزة دي كانت اه محطوطة كده اهي كانت اللي هي اللي هي شكتين دي كده كانت بتحط من هنا كده اهي اهي هنا وبتضغط كده عليها وبتتقفل خالص تمام فانا شلت الحفزة دي كده اهي الحفزة دي شلتها وحطتها هنا اهي كمان اهي تمام كده هيتبقى الساعة دي من جهو تروح عوجها كده يعني الساعة دي تروح عوجها كده بحيس تخلي ان الاكرة دي من ناحية اليمين الاكرة دي ناحية اليمين تمام وفي دلوقتي هي بتشتغل بحجرين مش بحجر واحد يعني هي دلوقتي فيها حجرين مش حجر واحد فعشان نعملها نعملها ازاي او للأسف برضو هتحتاج ايضين بص يا جماعة هنعمل دي كده اهي لحظة انا بعملها بس بقى اهي تمام وطبعا بقى انا محتاج ان انا هعملها بايدي لحظة خليكم كده معي لحظة بص يا شباب بتعملها ازاي بتجيب لأ لحظة بقى لحظة اهو كده يا شباب معلش ان انا قلتها بقى على الترابيز احسن ده بالمنظر دي كده بتبقى اول ما بتشيل الغطة الغطة بيبقى كده بالزبط الغطة بيبقى كده اول ما بتشيل الغطة كده يعني انت فكت المسامير اهي واول ما بتشيل الغطة الغطة بيطلع معاك بالشامبر بتاعه الشامبر اهو القسود ده اللي وص اسمه اللي بالشكل ده كده اسمه شامبر اهو ده اللي بالقسود ده كده اسمه شامبر هتروح حامله نقلها بس كده في حتة كده وتروح جايب البتاع البيضة دي كده اهي 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 تروح نقلها برضو في حتة تانية كده تمام? وبالبطاريتين اهم البطاريتين دولة عشان تعملهم تعملهم ازاي? اتروح لافي في البتاعة دي كده ناحية اليمين. ناحية اليمين اهي. تمام? وتروح جاي مسلا هو اهي مسلا منظر ده كده وتروح جاي هنا كده. اهي ناحية اهي بتضغط اهي بتضغط هنا كده اهي بتضغط هنا في الحتة اللي في النص دي كده وتروح رفعها الفوق كده البطاريتين هم اتشعلوا اهي. هادي اول بطارية. هادي اول بطارية تشعلت تاني بطارية. طب نطلعها بتاع ده. تمام اهي. البطارية بتاعتها ايه? اهي ساوا نجيبها لكم. عشان تشوف البطارية بتاعتها نوعها ايه? نوعها تسعمائة سبعة وعشرين. الناس لما بتيجي تروح تقول لهم عايز آآ بطارية نوعها تسعمائة سبعة وعشرين. بس كده اهي. كده احنا اهي البطارية اهي نخليها هنا كده. والبطارية التانية برضو نخليها هنا كده. وكده دي كده محتاجين بطاريتين. لحظة كده بس اجيب البطارية المناسبة. لحظة. اهو يا شباب. آآ البطارية اللي انا جدتها اهي. سوانيه كده اجيبها لكم اهي. آآ اهي. سوانيه عشان تبان اكتر. اهي. اسمها آآ اهي. آآ تسعمائة سبعة وعشرين اهي. واركبها جوه الساعة اهي. اهي. والساعة التانية. اهي. طبعا? بمجرد ما اضغط بس عليهم كده ونيجي نلف الساعة. هنلاقي الساعة شغال. هتبالكم اهي. الساعة هي دي الوقت يشغال. هنروح بس مقفلين الاول. نعود نبعد دي كده. نروح مقفلين. هنقفلها ازاي? هي بس الفكرة في الحتة دي كده. هنيجي هنا كده. ندخل الساعة اهي. دخل دولك كده. ونروح ضغطين. نحظه. اهو. نحظه. يا شباب لسا اهي. اهي. البتاع اهي طلع برة اهي. نروح عاملين ضغطين كده بات على بنجبة تحت البتاع دي كده اهي. نعود كده اهي. ونضغط. يعني نضغط كده بقدينا كده على على التلاتة دولك كده. ودي. ونيجي عند الفتحة دي كده. نضغطها كده لتحت شوية. اهي. واهي. نضغطها كده. ندخلها لجوة كده بحيس انها لما تنزل تشبك اهي. اهي. بس كده. كده شبكة اهي. اللي هو الهوك اللي كان هنا ده. الهوك اللي كان هنا ده. شبك لجوة. عامل زي المشبك ده كده. وبعد كده نروح جايين. نقفل بقى. نروح مرجعينها بقى كده. على الناحية الشمال. والحطة دي. الحطة اللي هي العاملة زي الشوكة دي. هندخلها هنا كده. اهي. بس كده. كده هي. حتى مخارجها بينها. حتى دي كمان اللي هي اللي عاملة زي السوستة دي. وبعد كده نروح جايين. نحطين دي كده. اول حاجة ناخد الجوان ده كده. ده اسمه جوان. الاسود ده كده. اهو. ونروح قفلين ده كده. بس كده. كده خدت دايرة بتاعة الساعة. واهم حاجة اهم حاجة ان النقطة البيضة دي او الدايرة. البيضة دي. الدايرة البيضة دي تكون ملامسة للسوستة دي. يعني الدايرة اللي هنا دي تتحطي كده. بالضبط اهي. تمام اهي. بس كده. سواني بقى اجيب المسامير لحظة. تمام يا شباب? وهنجيب دلوقتي المسامير. اهو. بنروح مربطين. نجيب المسامير لحظة تانية. اهو. اهو. اهو مركبين برضو المسامير لنا حظة تانية برضو اهو. واحنا بقى بنعمل مسامير ما تنساش تشترك في القناة. احنا بنقدم كل ما هو جديد وبنتكلم في الساعات وبنتكلم في الصحة وبنتكلم في الاكسل وبنتكلم في البرمجة وبنتكلم في كزا حاجة. فالموضوع هيعجبك جدا ان القناة بتاعتي قناة متنوعة. متنوعة يعني يعني بقدم حاجات كتير مش محتوى واحد يعني بقدم اه اكسل بقدم ساعات بقدم صحة بقدم برامج. بحب اقول لما بيجي لي برامج جديدة كده او بشوف برامج جديدة كده رح اعملها. ترك يعني كده تحت البتاعة ده اهو. ونروح قفلين دي كده كمان. بس كده كده تمام اوي نجي نبص كده للساعة اهي اشتغلت الساعة. تعال اندوس كده. دوس كده طويلة. اول ما تسمع الصوت ده اعرف ان الساعة اه دي فائدة الدايرة اللي كانت في الحديدة اللي ورا دي كده لما تكون ملامسة للساعة دي بس كده. كده طب بقى تصبط الساعة وكده بس كده. شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين وان شاء الله اعمل لكم فيديو عن ازاي تصبط الساعة دي. شكرا جدا لكم وكان معكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.